أثروا على متعير آخر زي مثلا أثروا على أداة العامل أثروا في قوضة الخدمة المقدمة أثروا في فساد مثلا مكافحة الفساد أثروا على أداة العامل على التطوير التزام التنظيم المنشأ على أي ربط بين متعيرين نحتاج لكنا دائما تعرفونكم من النموذة المعرفين المنشأة الأخير من متعير المستقل ومتعير ايش؟ في وسطة وفي متعيرات وسطة يمكن أن يكون هنا متعيرات متعيرات وسطة يمكن أن يكون متعير موكحي مؤتر يكون بعمل متعير المستقل يؤثر على سلوك الظاهرة المدروسة التي هي متعيرات التابعة هذا سلوك الظاهرة لماذا؟ المدروسة سلوك الظاهرة المدروسة سلوك الظاهرة المستقل سلوك الظاهرة المستقل سلوك الظاهرة المدروسة لدينا ما هو المدروسة وأن الحركتد انسان كان موجود مدروسة الهدارة والدورة 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 اللح السلوك الظاهرة المدروسة المدروسة أداء المؤسسات إنها تلخيصية الوصفي الذي نقول إنه دائما ينصر إلى وصف 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 طاهرة من ما هي تلخيصية تلخيصية للصفات ذات للصفات بالصفات للصفات في أطلاع بعض الأخبار من أهم الأدوات التي نستخدمها به وهو التكرارات الإنصائية التكرارات وما هو التمتلك ترجمة نانسي قنقر 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 المؤهل العلمي ذلك منيبا المسابر مخوط في المكينب المسابر 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 والعشرين اللي هم ماكستير تكرر عشرين مرة ونسل قوم عشرين بالمئة لأن العينة ملطومية وهذا يعني الكلام هذا هو وصفي يظهر للباحث أو للقارئ نوعية ليش؟ العينة هنا كانت تقول لنافل هنا قرار نعيد تصنيف العينة نفسها من حيث المؤهل العلمي ومن حيث الشهادة كذلك عندما نصف من حيث سنوات الخبرة الموظفين أو الحظم اللي هم عينت الدراسات من حيث الشحص هذوم من حيث سنوات الخبرة فنجي نقول سنوات الخبرة مثلا من أقل من 5 سنوات سنوات سنة 23-45 سنوات من ست سنوات إلى عشر سنوات لحالهم من 11 سنة إلى 20 وحالهم من 11 سنوات الخبرة فهذا يسمى إحصاء وصفي تكراري يعني الإحصاء الوصفي يناهي التكراري طيب بقاييس النزعة المركزية تستخدم بقاييس النزعة المركزية لأولا ما هي بقاييس النزعة المركزية المتواصد هو المتواصد هو عبارة عن مجموعة المشاهدات على عدد المشاهدة مجموعة على عدد مثلا متوسط دلقات الطالب على عدد على عدد 10 مواد وحصل في مدة 70 و مدة 80 و مدة 90 و مدة 100 و مدة 60 المجموعة يسراوي 890 على عدد 10 مواد وهو عبارة متوسط مدموع الدلقات على عدد المواد و هذا بسهولة يعني يخشب بطريقة حسابية عادية لكن في المحدة العامين هنا سنظر في التهليل الاستبارة أنه محسوبه بطريقة مدخل فيها الوزن النسبي للمقياس المستخدم مثلا المقياس اللي كذف هم هزين ينحن نستخدمه واحد ثلاثة أربعة حمسة دلقات 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 مستخدم نظروا نحن بنوضلك أبدا سأعطيكم فكرة عنه فأنا باقي أشوف أنه مثلا الخامسة الذي تكرار فيها مثلا أربعين مدد يعني أربعين مواحد على إجابة السؤال الأول أختارو أربعام الحمسة لأنه موافق بشدة وقد إعطيته إلى المفاقة. معدي fianقings زندặt. يعطي له الرقم الأكبر، والكبير يعطي له موافق، وبعدين هذا موافق، وهذا غير موافق، صح؟ محايد، محايد، وهذا محايد، فأعطيك أنا الوزن من اسميلي هذا خمسة، هذا الوزن الثالث في مقصة الكارت في الإخصاء، لكن أنا عندما أشتي أحساب المضغوصة، ما أنا عندي أصلاً أصلاً الأول برضو، العين هي مية، أربعين اختاروا موافق، بشدة، وعشرين أختاروا موافق، هذه ستين، وعائدوا سارة وعشرين محايد، هذه الثامن الثمانين، وهنا مقارن عشرة ومن عشرة، فأظن أنها القرارات والتهاب، المية، العين، المتوسط، أنا أحساب متوسط، الهجابات على الفقرة الأولى والسؤال الأول، أنا أرمي بتقريره بأي سؤالي، باقي، أضرب أربعين في خمسة، المتوسط، الذي هو التكرار في الدرجة، التكرارات، شو فلاست權ب worth التكرارات، العدد أنا أص дня استعمال التكرارات، qui تكرروا التكرارات 40 محايد 100 محايد all the время كدرات 70 محايدة 40 محايدة أربعين في خمسة، الغدة، يعني أسائل 20 في أربعة، زائد عشر في ثلاثة زائد عشر في ثلاثة زائد عشر في واحد وبقسم على حجم العينة العينة مية بقسم على مية بيطلع عليه متوسط الفقرة عادة أن المتوسط رضا يتأرجح بين على الواحد إلى الخمسة اللي هي مقاييس هيش هاي با ترجعها واحد من هذا أربعة خمسة بس بيقش واحد وبيقش خمسة يعني يطلع من واحد ومص إلى أربعة بالعادة أن يطلع كذا فلذلك المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي كان أحد مقاييس النظر المركزية هو عبارة عن مجموع ومشاهدات على عددها أما في الإستبارات فنحسبه بطريقة أحد مندخل الوزن النسبيري نضربه في التكرارات ونقمع ونقسم على عدد أفراد العينة فيطلعنا متوسط الحسابي للفقرة لأن هذا المتوسط يختلف عن متوسط الرقمي الذي هو مجموعة مشاهدات على عددها طيب الوسيط الوسيط يعني وما يكون في عندي سلسلة سلسلة من أربعة أفراد عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أفراد عشرة هذه الرقام مشاهدة ما هو الرقم الذي أقسم السلسلة هذه إلى نسفين نسفين وتساوي إذا كان السلسلة زوجية مثل منادي عدد زوجية عشرة معاناتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة معاناتهم في عندي وسطين في عندي رقمين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فسعة عشرة لو هو فردي لوهي حدعش لوهي حدعش العدد الخمسة السبتة ستة هو الوسيط يقسم خمسة مغلوب خمسة معلوم يقسم هو الوسيط اللي نقوم علينا عددنا العدد الفردي العدد الفردي إذا كان الفردي حدعش لكن لو يزوجه أمامهم يزوجه أيها الأربعة والخمسة وصيب نعم الأربعة والخمسة هو الوسيط أربعة والخمسة كان تسعة تسعة على أغنية أربعة وموس فيقل هنا أربعة وموس وانتم شتراكوهوا دي من تقاهيم السائل الصائية ووسيطة فتراكوهوا كمان من المتاة فكبشو عليها بروسرية الوسيطة هو نحنا لما نقوم في الأبحاث نحنا ندرس هذا الشيء على شأن الأبحاث في الأبحاث هذا ستريب أحد مقاييسة من الرأة المركزية يائما الوسيطة وموسيطة يائما المنوان لكن الأكثر استخداماً تسري بالمئة هو الموسيطة الحساب سواء في الدرسة الوسيطة في البروتة التي قايمة على استبانة أو في السلاسل الزرنية أيضاً الوسيطة هنا يكون مبنوع مشاهدة على عددها لكن الأكثر استخداماً في الاستبانة هو الموسيطة الموسيطة يعني أنه إذا تستخدم من مقاييسة النزر المركزية في الإخصاص تستخدم المطاوصة فليه إلى الناس اللي يستخدمون الوسيطة طيب البنوان ما هو المنوان هو العدد الأكثر تكراراً مثلاً نحن هنا معنا توقف الخمسة تكرارها 40 مرة هو الأربعة عشرين والثارة عشرين وهذا عشر وهذا عشر المنوان هو الخمسة لأنه تكرارها أكبر رقم اللي هو أربعين فهو العدد الأكثر تكرار وهذا يكون له دلالة إخصائية لأنه مستوى الموافقة هنا مختلفة يعني ما قي أقول أنه الدراسة هذه خلقات مستوى موافقة ستين في المئة اللي هو أربعين بروشيط هذا مستوى موافقة وهذا مستوى عدم موافقة فما قي أقول أنه المنوان هذا رجح لي كفة الموافقة فإنه أفراد العينة للدراسة اتفقوا فيما بينهم بإستفاد ستين بهمي على الموافقة على الظاهرة على مفنون الفقرة هذه لأنه ما نوصل للاستفادة ولفهم مختلف إذن هذه مقاييسة نتعيش مقاييسة تشدد ما مقصود بتشدد بوعد المشاهدات على المشاهد لو قلنا هذه مقاييسة لا الاستهلاق مثلا هذا سيو هذا سيو سيو بتكون فيه نقاط كثيرة واقعة بين تحت المندلة نقاط كثيرة كل واحدة منهم تبعد على الوساط الذي هو النقاط الذي واقع على الخط النقاط الذي واقع على الخط هي من أخذ المتوسط المتوسط الحسائل بعد المساة بعد المساة بعد البقية النقاط عليها شوف هذه وطنان بعدها كامل وشوف هذه وطنان بعدها كامل بعدها كامل وفي بعض هين يعني مريباً جداً وفي بعض هين معيدات جداً وهكذا فالتشتث هذا الاختلاف الاختلاف المشاهدات أو البياران عن وسط الحساب فإذا يجي المتوسط وإذا أمثله في الكيرف هذا اللي يسمونه ترجع الطبيعي بيقلع زي خدوة الترس إذا كان مو آآ بيقصائع مي يسمون تاريب هذا الشحل إذا كان هذا يقلع هنا هذا الميون بوسط الحساب يعني الجزء هذا مشاعب لها مقارب لهذا الجزء لكن لو كان الشحل هذا مثلا فلاحظ أنه فيه انحرف يعني كبير لصائح الشحل في الإحصاء يقول أنه كلما زاد تشتت هذا نحن بمبسي والمعاكلات تباين وانحرام أيش وانحرام من ياري ومدى المدى التباين 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 هو اللي أخد الاسم التشتت يعني الاختلاف طيب في الإجابة بالنسبة لي أفراد العينة عندما يكونوا مئة 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 فرق وأربعين من هم يقيموا موافق بشدة وعشرين بموافق يعني ستين في المئة التحقوا في الإجابة قريبا وأربعين في المئة توزقوا توزقوا بين عدم الموافق عشرين والمحايدة عشرين العشرين هذه المحايدة مع أفل الناس المشعارفين اللي يقول أنا مشعارف المحايدة يعني لا أنا موافق ولا أنا غير موافق أنا يعني محايدة فلذلك هنا نقول التشتك هنا قليل أو الاختلاف قليل لكن لو كان مثلا هنا كمان خلينا نقول هنا عشرة أو عشرين أو هنا عشرين تقريبا عدم الموافقة كم تكون ستين تمانين أربعين أيو أربعين يعني أنه الناس تشتتت أهرابهم أو فلحنا نقول هذه الأحيين مثلا وهذه الأحيين صح ثلاثين ثلاثين تمام يعني اختلفوا الناس اختلفوا ماهيش لو بيك برد بيك أخلهم خمسين وهذا خمسين أو أكثر أو ألف يعني عندما تكون في اختلاف كثير هذه الأحيات يعني أنتم مثلا نظرب مثلا أنتم الواحد من ثلاثة أو أربعين أمسا ستة الستة لو قلنا مثلا محدة أي شي مثلا ماهيش في إخطار أكثر أكثر أو أخص أو أخر أو أخر أو أخر أو أخر هذا اختلاف لكن لو أربعين وفي لو أربعين قالوا مخر وإثنين أختلفوا يعني يعني مثلا الأخص الأخص أقل من المثل الذي يفر يفر في المثل الأول كلما اتفقت الناس، كلما كانت هذه الكبيرة مثلما كانت اربعين وعشرين أو أخر، كلما زادت الآلاح حول، كلما زادت العدد، كلما زادت التكرار حول رأي معين، فإن التباين يكون أقل. التباين يعني الاختلاف، الاختلاف. الاختلاف المعياري هو قدر التباين، يعني ذاكنا التباين، التباين يسمونه إحنا الباريانس، باريانس يساوي، سمميشن، سمور، الاكس ما قصنا، الاكس بار، كلب التربيب على أنه قصنا واحد. الاكس رقم المشاهدة، والاكس بار، الاكس بار هو المتوسط الحساني، يعني رقم المشاهدة، نقصنا التوسط الحساني، الكل تربيب، على أين هي عدد المشاهدة، نقصنا واحد، يعطينا البداية.